يمنيون في طي المجهول دفعت بهم الظروف إلى جحيم الحرب استدرجتهم السعودية إلى حدودها ثم تركتهم تحت رحمة ميليشيا الحوثي الألاف منهم قتلوا أو جرحوا أو وقعوا في الأسر أينهم الآن؟ سؤال أهاليهم بلا جواب فعشرات البلاغات تصل منظمة سام للحقوق والحريات تستفسر عن مصيرهم حاول الأهالي الاتصال بأرقام هواتف تابعة لقيادة ألوية يمنية شكلتها السعودية لكن دون جدوى من يتحمل مسؤوليتهم؟ والسعودية تتعامل معهم كمرتزقة ووزارة الدفاع اليمنية تتجاهلهم تماما في الوقت الذي يقول فيه مصدر عسكري لمنظمة سام إن جبهات الحدود لا تتبع الحكومة ماليا ولا إداريا عبر شبكات الاتجار بالبشر اشترت السعودية مقاتلين يمنيين بينهم أطفال بهدف الدفاع عن حدودها مستغلة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها اليمن لكن السعودية تعاملت معهم وكأنهم غير موجودين وبحسب تقرير سابق لسام فإن المملكة أعطت هؤلاء المقاتلين رتبا عسكرية وهمية ورواتب غير منتظمة تتهم سام السعودية بدفن بعض قثث هؤلاء المقاتلين في مقابر داخل أراضيها دون علم يسرهم بينما لا يعلم مصير قثث أخرى قتلت في مناطق مجهولة ويقبع ما يقارب المئتين وخمسين مقاتل في منطقة عسير بترت أطرافهم بينما ينتظر مثلهم أطرافا صناعية في ظروف بالغة الصعوبة وفق التقديرات فإن يمنيين قاتلوا ضمن ألوية شكلتها السعودية منها لواء الفتحة قتل بعضهم على يدي مليشيا الحوثي وأسر آخرون بينما يوجد أكثر من عشرة آلاف جريح لا يحظون بالرعاية الصحية اللازمة ويتعرض بعضهم وفق سام للاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري في سجون المخابرات السعودية